نشرة الأخبار المحلية من قناة سما الفضائية في دمشق أهلا بكم أفاد مصدر ميداني لمراسلاتنا أنه تم إلحاق خسائر كبيرة بصفوف المجموعات الإرهابية والقضاء على أعداد من أفرادها وأضاف المصدر أن وحدات من الجيش تواصل ملاحقتها الإرهابيين في بعض الأوكار بالمنطقتين الشمالية والجنوبية في المدينة وكانت قوى عسكرية قد أعادت وحدات من الجيش الأمن إلى كامل الجهة الشرقية من مدينة القصير بريف حمصة بعد أن قضت على أعداد كبيرة من الإرهابيين ودمرت أوكارهم ومقراتهم هناك الموطئ الطبيعي لأقدام الجيش العربي السوري على نصية الإرهابيين لا مفر ولا مجير للظلم من ضربات الحق التي لا يعلو عليها أحد بعد تطهير ريف القصير بمحافظة حمص دخلت القوات العربية السورية المسلحة المدينة متوجة بنصر مبين فأعادت الأمن والأمان إلى كل مكان وطئته أقدام جنود الجيش العربي السوري كامل الجهة الشرقية بيد الجيش وكامل الجهة الشرقية قد فرض الجيش عليها أمنه وأمانه بعد أن قضى رجاله على أعداد كبيرة من الإرهابيين ودمر أوكارهم عبوات ناسفة ذات اليمين وذات الشمال فككتها وحدات الهندسة بعد أن زرعها غربان الموت القادم إلى سوريا من كل جهات الأرض وواصل رجال الله في الميدان ملاحقة من تبقى من إرهابيين في أوكار المنطقتين الشمالية والجنوبية بالقصير سيكتب التاريخ أن القصير كانت بداية نهاية الإرهاب في سوريا ولم تكن المفاجأة حين ضبطت القوات المسلحة آلية إسرائيلية كان يستخدمها الإرهابيون في المدينة فدور الكيان الصهيوني فيما يجري من أحداث على الأرض السورية المقدسة واضح وبائن لمن أراد أن يرى الحقيقة وحدات عسكرية أعادت الأمن والأمان إلى الملعب البلدي وأطراف الحارة الغربية والمنطقة المحيطة بمبنى البلدية والمركز الثقافي والكنيسة ودوار البلدية ومنطقة الغيطة القصير كلها بطريقها إلى أن تكون بيد أبناء الشعب العربي السوري أصحابها الحقيقيين بعد أن استسلم عشرات الإرهابيين والمرتزقة القادمين إلى سوريا ليعلنوا الجهاد على طريقتهم ويفوزوا بالحريات على طريقتهم ففازوا بأن يكونوا تحت أقدام رجال الله في الميدان لن يعلو الإرهاب على أقدام الجيش العربي السوري الذي قسم ظهره وحرقه بنار الحق لتسقط رايات العدوان وتعلو رايات النصر خفاقة يحميها قساورة الحق شعارهم وطن شرف إخلاص وفي مدينة القصير ضبطت القوات المسلحة السورية آلية عسكرية إسرائيلية كان يستخدمها الإرهابيون في المدينة هذا وأكد مصدرا إعلامي سوري أن ضبط الآلية الإسرائيلية في القصير يفند مزاعم العدو الإسرائيلي في تبرير عدوانه على سوريا ويؤكد حجم التورط العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي في البلاد وقال المصدر إن الدعم العسكري الإسرائيلي للإرهابيين من عصابات ما يسمى الجيش الحر دليل على تورط قطر وتركيا وإسرائيل في العدوان على سوريا عبر غرفة عمليات مركزية واحدة أعلن التيار السلفي في الأردن مصرع ثلاثة من عناصره بمدينة درعة التيار السلفي في الأردن يعلن مقتل ثلاثة من جنوده على أراضي الجمهورية العربية السورية ويصرح أن عدد القتل من تياره المزعوم بلغ خمسين قتيلا من أصل خمسمائة عنصر لم يكن هذا كل ما ورد في هذا التقرير المدبلج بل الأهم كان وجود عدد من الجنود الإسرائيليين يغادرون الأراضي السورية باتجاه الأراضي المحتلة رصدت قناة فوكس نيوز الأمريكية جنودا إسرائيليين يغادرون الأراضي السورية باتجاه الأراضي المحتلة بحسب قولها إذن قوات كوميندوس إسرائيلية تشارك بعمليات خاصة على أراضي الجمهورية العربية السورية وفي منطقة القصير تحديدا وباعتراف شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية صاحبة التقرير لتأتي الحجة الدامغة اليوم وتظهر هذه العربة الإسرائيلية في منطقة القصير وتزيل أي شك أو ريبة فيما قيل في المقطع السابق عن وجود جنود إسرائيليين على أراضي الجمهورية العربية السورية يقاتلون إلى جانب عصابات الإرهاب عربة إسرائيلية على الأراضي السورية لم تكن هذه العربة موجودة فقط بل أكثر من ذلك علمنا أيضا عن أنواع الأسلحة التي يستخدمها المسلحون إلى جانب الألية الإسرائيلية التي شهدتمها بالصور هناك صواريخ مضادات دروع وهي أيضا إسرائيلية الصناعة وهناك أيضا صواريخ حرارية من تيارات سلفية تكفيرية ومن دول عربية ليس بشيء جديد على السوريين جنود من الكيان الصهيوني وقوات كومندوس خاصة على الأراضي السورية وعربات وصواريخ ولكنها جميعا في قبضة الجيش العربي السوري فجر إرهابيان انتحاريان سيارتين مفخختين قرب معمى الإحرامات على طريق المشرفة حمصة وعند سوق الغنم على طريق حمصة السلمية وأسفر التفجيران الإرهابيان عن وقوع عددا من الشهداء والجرحى بين المواطنين وحسب مصدرا مسؤولا بالمحافظة فإن التفجيرين أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة عشر آخرين ووقوع أضرار مادية كبيرة في موقعي التفجيرين كنا نايمين آني أولادي وكنايني وبنتي يجي خمسة عشر نفس نايمين بس طبح ما حستنا اللي هالنفجار صار ما نعرف شو صار هصا هذا اللي صار علينا هذا بيتي قلت عن أبوه انهدم كله داحت هذا بيتي هذا بيتي والله يوم وشوفت هناك هالخراب والدمار والحمد لله على السلام يجروح وما يجروح الولاد والأطفال وتضرروا شو بنا نحكي أكثر منه شوف هالدمار والخراب السلام أرمنا لله والله لا يعطينا العافية على هالعملة عالم عادي متأوين وحارتنا مليان نازحين يعني كمان من الحوائر الحد منه كمان كلها طفشة من المشاكل منه وشوفت هناك هالخراب والدمار اللي يساونني وفي السويداء حررت وحدة من الجيش عددا من المواطنين الذين كانت المجموعات الإرهابية قد اختطفتهم في وقت سابق للمساومة على حياتهم وابتزاز أهلهم بطلب المال مقابل بقائهم أحياء والتقت هذا و... هو اللقاء بعد انتظار وبعد فقدان الأمل بعودة لمختطفين على يد إرهاب لا يعرف للرحمة والإنسانية طريق عادوا وبفضل جيش آمن أنه وجد لحماية وطن وأبناء انتموا لهذا الوطن هم رجال الجيش العربي السوري الذين هبوا لنداء أم خطف أبناؤها فأعادوهم إلى حضنها الدافئ نحن كنا رايحين على شغلنا طلعت لنا مجموعة مسلحة بالليل نزلونا من السيارة اقتادونا قبلونا طمشولنا عيوننا واقتادونا ماشي إلى مكان مجهول لما وصلنا لهنيك فوتونا على غرفة عتم وبلش يحققوا معنا بأسليبهم وقتل وضرب وإهانات وقعدنا عندهم فترة ما نعرف شي من شي لا ليل لا نهار لا شي لحتى تفاجأنا أنه صار في ضرب واشتباكات بره وكذا لمن وعاد فاتوا الشباب قال نحن من الجيش دي الله أطلعوا طلعوا ونعادوا وجبونا لأهم نيل نحمد الله اللي رجعوا لنا ولادنا بخير وسلامي وشفناهن بصحتهم وبعافيتهم ومنشكر الجيش العربي السوري اللي رجع لناهني الله يوفقهن الجميع بوركت يدكم يا رجال الحق يا رجال الوطن ودمتم يا حماة الديار هكذا يقول السوريون من السويدة لتلفزيون سما جمان حمدان التقت اللجنة الوزرية المكلفة بمتابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا برئاسة أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد شبيبة الثورة وذلك في إطار لقاءات التشاورية التي تجريها اللجنة مع مختلف الطيارات والأحزاب السياسية والنقابات المهنية من أجل التوصل إلى رؤى وقواسم مشتركات وفر المناخ المناسب لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة أن مسيرة الحوار الوطني انطلقت بعزم وإرادة وتصميم أبناء سوريا شرفاء بهدف تجاوز هذه المحطة المؤلمة بتاريخ سوريا مؤكداً تمسك أبناء الشعب السوري بالثوابت الوطنية وعدم تدخل الغير بشؤون سوريا الداخلية وخيار المقاومة ومحاربة الفكر التكفيرية وترسيخ ثقافة المحبة والحوار مضحاً اقتناع معظم المجموعات المسلحة بحقيقة المؤامرة الكبرى التي تتعرض لها سوريا والبدأ بتسليم أسلحتهم والانخراط في المجتمع المدني والدفاع عن سوريا الوطنة وجدد الدكتور الحلقي تأكيده أن رسم مستقبل سوريا لا يصنع إلا في سوريا وعلى الأرض السورية وبإرادة أبناء سوريا لوحدهما وذلك من خلال إنجاح وتحقيق البرنامج السياسي لحل الأزمة ناقشنا اليوم خطة البرنامج السياسي الذي طرحه السيد الرئيس كمخرج للأزمة وتم التأكيد على أن الحوار هو الذي يجب أن يؤدي إلى معالج لكل القضايا ومنظمة حشب السورة باعتبارها تمثل شباب سوريا ترى بأن معالج قضايا الشباب وإدخال قضايا الشباب في العمل وفي التعليم وفي الإسكان وكل جوانب الحياة يجب أن تكون إحدى مخرجات الاجتماعية التي تعالج هذه القضايا لأن البيئة الفقيرة والعطالة عن العمال وعدم تشغيل الشباب كانت بيئات مناسبة ليزرع فيها الإرهاب والتطرف وما إلى ذلك طرحنا على الفريق الحكومي هذه المشكلات وما هي مقترحاتنا لشكل واسلوب مؤتمر الحوار الوطني وإن شاء الله تبادلنا وجهات النظر وأتمنى أن يكون هذا المؤتمر مفصلي في تاريخ سوريا لتتخلص من الإرهاب ومن التطرف ومن كل ما لا يريد خيرا بمستقبل وحاضر سوريا عموما في سياق عمل وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة متضرري الإرهاب والمهجرين بسبب المجموعات المسلحة في المناطق الساخنة وزارة الشؤون الاجتماعية تعقد لقاءات مع ممثلي المنظمات الدولية لتفعيل العمل الإغاثية وإيصال المساعدات إلى مستحقها انطلاقا من مضمون عملهم والمتمثل بإغاثة المحتاجين في أوقات الحروب والأزمات وبهدف تفعيل عملهم في سوريا لمساعدة المواطنين السوريين الذين طالهم الإرهاب وهجرتهم المجموعات الإرهابية المسلحة اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كيندا الشماط مع رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي للبحث في تنسيق نشاطات اللجنة وعملها في سوريا فيما يتعلق بالإغاثة وتقديم المساعدات في المناطق الساخنة حيث أكدت الشماط على دور الصليب الأحمر في فترة الأزمة لإيصال المساعدات الغذائية والاهتياجات الطبية لأكبر قدر من المتضررين بالإضافة لتسهيل عمل اللجنة لإيصال المعونات من جهته أيضا شدد رئيس اللجنة على أهمية الزيارات الميدانية لتوصيل أكبر قدر مستطاع من المساعدات هناك أفق كثيرة للتعاون مع اللجنة الدولية ونحن شاكرين أيضا للجهود الهامة التي تقوم فيها وعلى استعداد طبعا للتعاون المنظمة لها نشاطات سابقة في جمهورية العربية السورية منذ أكثر من 40 عام في منطقة الجولان وأيضا لديهم عمل هام على ملف اللاجئين العراقين واليوم لديهم دور في المساعدة والمساندة في فترة الأزمة السورية وضحنا لسيدة الوزيرة نشاطات اللجنة الدولية السريب الأحمر فيما يتعلق بالإغاثة ومساعدة فيما يخص الماء بالتعاون مع دائرات الماء والهلال الأحمر العربي السوري في مراكز الهواء إضافة للمساعدات المقدمة من الجانب الصحي عن طريق التعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري كما تم توضيح مع الوزيرة كيف يمكن أن نسهل عملية وصول المساعدات في السياق نفسه عقدت الوزيرة الشماط لقاءا مع السيد آدم عبد المولى المنسق العام للأمم المتحدة في سوريا تناول ظروف عمل الهيئات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة وضرورة توحيد وتكثيف جهود المشتركة لتنظيم وتفعيل العمل الإغاثي كما شددت طرفان على أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة السورية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية تفاكره مع الوزيرة على أنجع السبل لتذليل العقبات التي تصادف فريق الأمم المتحدة العامل في مجال تقديم العون الإنساني وتبسيط الإجراءات التي ينبغي اتباعها من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المختلفة في سوريا والشقة الآخر من اللقاء تناول قضايا تتعلق بالشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنماعية الحكومة السورية لم تدخر جهداً في مساعدة المتضررين من الإرهاب ولكن ما يحصل في سوريا يستدعي جهداً من الأمم المتحدة أيضاً أكد محافظ القنيترة مالك محمد علي رئيس لجنة سلام التفاح بالقنيترة أن معبر مدينة القنيترة المحررة يشهد ولشهر الثالث على التوالي عملية نقل تفاح أهل الجولان الصامدين رغم الظروف التي تشهدها سوريا والمنطقة وأشر المحافظ إلى الجهود المبذولة لتسويق إنتاج الأهل بالجولان المحتلة دعماً لصمودهم ومساهمة في تخفيف معاناتهم الإنسانية جراء ممارسات الاحتلال التعسفية والرامية إلى إكساد التفاح متوقعاً أن تصل الكمية المستجرة إلى ثمانية عشر الف طن خلال الأسبوع القادمة وهي الدفع الأكبر في تسويق تفاح الجولان منذ بدء العملية عام 2005 بدوره أعرب رئيس لجنة تسويق التفاح في الجولان السوري المحتل سعيد فرحات عن ارتياح فلاحي ومزارعي الجولان لعملية عبور إنتاجهم الذي يعد المصدر الرئيسي لمعيشتهم إلى الوطن الأم ختاماً في أمان الله اشتركوا في القناة